داخلية اعتقال المعتديتين على الضابط في مديرية المرور العامة بمنطقة الحارثية وسط بغداد العاصمة وإيداعهما التوقيف وفق مذكرة قبضا قضائيا يأتي ذلك بعدما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بالحادث وتبين تجاوز الامرأتين على الضابط بمختلف الطرق وتجاوز على الرتبة العسكرية وشتم وتهديد كما أن مشهد الاعتداء أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى بعد ساعات من الحادثة مذكرتي قبضا بحق المعتديتين